اشتركوا في القناة انا مستر أشرف الغريب وهكون معاكم في درس النهاردة اللي هنحل فيه مع بعض تمرين مراجعة المحور التالت وده هنعمله مع بعض لكن بطريقة مختلفة شوية مش هشرح كل الأسئلة لأن من أهم المهارات اللي ممكن تتعلموها إن احنا نفهم الأسئلة بنفسنا كويس قوي ونحاول نوصل لبعض الإجابات وأي حاجة مش هتكون مفهومة هنحاول نوضحها مع بعض ودي واحدة من المهارات التعليمية اللي هتساعدنا في حال الأسئلة وحال الامتحانات بتاعتنا أفكركم دايما تكونوا محضرين وراء وقلم وكتاب المدرسة وأهم حاجة تكونوا مركزين كويس لأننا دايما هنسأل ونلاحظ ونفكر فكل حاجة هنتعلمها وإزاي إحنا ممكن نستفيد منها في حياتنا طيب دلوقتي تعالوا مع بعض كده نشوف الكتاب صفحة 74 تمرين رقم 1 يلا بينا نشوف مع بعض طيب تعالوا كده مع بعض نشوف صفحة 74 أول حاجة المفردات اكتب وقارن اكتب جملة تشرح فيها الفرق بين كل مفهومين مما يلي ثم قارن بين جملتك وجملة زميلك عندي أول حاجة هنا سكان الحضر وسكان الريف عايزين نعرف كل واحدة فيهم والفرق بينهم إيه ونقارن بينهم هنا سؤال الثاني السلطة التشريعية والسلطة القضائية رقم 3 التراث الثقافي والتراث الطبيعي يبقى احنا هنا لازم نقرأ المفردات كويس ونبدأ كده نفتكر الدروس بتاعتنا عشان نجاوب صحة وأنا هديكم بشوية وقت تفكروا عشان في الآخر نشوف احنا مع بعض وصلنا لإيه اشتركوا في القناة طيب جاهزين؟ تعالوا نشوف كده أول حاجة طالب مني الفرق ما بين سكان الحضر وسكان الريف سكان الحضر عايشين في المدن ونسبة الأمية أقل كتير من نسبة الأمية اللي موجودة في الريف طيب سكان الريف هم اللي بيعيشوا في المناطق الزراعية والقرى وطبعا هتلاقيهم إنه هم بيشتغلوا أكتر حاجة في حرفة الزراعة وتربية الحيوانات يبقى هنا أنا ممكن أقول إن سكان الحضر هم الذين يعيشوا أو يعيشون في المدن وسكان الريف يعيشون في القرى ده بالنسبة لأول سؤال طيب السؤال الثاني بيقول لي السلطة التشرعية والسلطة القضائية هنا السلطة التشرعية هي التي تقوم بسن أو وضع القوانين في الدولة وهنا بتتمثل في مجلس اسمه مجلس النواب طب نفتكت كده شوية معلومات عن السلطة دي وعن المجلس ده هنا بيتكون من 596 عضو بيمثلوا فئات المجتمع والشعب المصري المختلفة وهنا بيتم انتخاب منهم حوالي 95% و5% منهم بيختارهم الرئيس وهنلاقي السلطة القضائية سلطة مستقلة من القضاء والمستشارين وهنا بيتم اصدار الاحكام وفقا لضوء القانون عشان العدل ينتشر ويسود بين الناس وفي الدولة كلها يبقى هنا لما تكلم عن السلطة التشرعية هي التي تضع القوانين من خلال مجلس النواب السلطة القضائية هي التي تصدر الاحكام من خلال القانون يبقى ده الفرق بين الاثنين عندي هنا الفرق ما بين التراث الثقافي والتراث الطبيعي برضو نفتكر ان فيه فرق بين الاثنين فالتراث الثقافي هي الاماكن التاريخية العريقة التي لها علاقة بالانسان يعني هي من صنع الانسان نفسه ممكن يبقى فيه كمان عادات وتقاليد او مشغولات او مصنوعات معينة من صنع الانسان فنقول عليها برضو تراث ثقافي لكن لما تكلم عن التراث الطبيعي هي الاماكن القديمة الطبيعية اللي لها جمال في الطبيعة وخلي بالك هنا بيتقال عليها طبيعية لان الانسان ملوش اي دخل او يد فوجد يبقى هنا التراث الثقافي هي الاثار القديمة التي صنعها الانسان لكن التراث الطبيعي هي الاماكن الطبيعية الجميلة التي لم يتدخل فيها الانسان في عندي بعد كده اسئلة المراجعة اقرأ واجب يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء باجراء تعداد للسكان كل عشر سنوات كما يهتم بمتابعة الزيادة في عدد السكان يوميا والتي تظهر تظهره الساعة السكانية وفي الاخر هنا بيقول لي وضح اثر ذلك على المجتمع احنا تكلمنا قبل كده عن الجهاز ده وعرفنا قد ايه ان هو مهم جدا وبيبدأ يشوف عدد السكان والاحصائيات المختلفة وبيبدأ يعلن عن نتالك دي بشكل يومي يمكن من خلال الساعة السكانية اللي موجودة عنده هنلاقي ان متابعة الزيادة السكانية بشكل يومي واجراء التعداد السكاني كل عشر سنين ده مهم جدا لانه بيساعد ان احنا نطور الخدمات اللي موجودة عندنا عشان خاطر تقدر تفيد المواطنين وكمان تواكب حجم التعداد السكاني والزيادة السكانية ونتأكد ان فيه موارد كافي عندنا شان تكافي المواطنين وتكافي الشعب المصري لكن لازم ناخد بالنا كلنا ان الزيادة السكانية وتضخم السكاني ممكن يعمل مشاكل ممكن يزيد ويحصل لو احنا ما اخدناش بالنا كويس قوي بمعنى ان احنا مش عايزين نوصل لدرجة ان الموارد اللي عندنا ما تكفيش الناس يبقى هنا من خلال ده اقدر اقول اهمية حصر عدد السكان وذلك الاستمرار التنمية وتوفير احتياجات السكان السؤال رقم اتنين لاحظ الشكل البياني الموضح في صفحة 17 ثم اكتب اهم الخدمات التي يجب ان تكون متوفرة بصورة مماثلة بين الريف وبين الحاضر هنا عندي في الدرس اللي اخدناه قبل كده في صفحة 17 فيه رسم بياني بيوضح الفرق بين الاثنين الريف والمدن عايزك تفتح الصفحة دي وتشوف كده الرسم البياني بيقول فيه فرق في الخدمات بين المناطق الحضرية وبين المناطق الريفية وعشان كده هديكم شوية وقت ترجعوا لصفحة 17 وتفكروا في الاجابة ونرجع مع بعض نشوف احنا عملنا اشتركوا في القناة طيب تعالى نشوف كده المفروض ان احنا يكون عندنا صرف صحي كويس في الريف وبرضو لازم نزود نسبة الكهرباء اللي موجودة عندنا في الريف لان هي الى حد ما بتقل حوالي 3% عن الحضر يبقى واضح ان الريف محتاج شوية اهتمام علشان يبدأ ان هو يوصل لمستوى الحضر زي الكهرباء وزي الصرف الصحي يبقى هنا هقول توفير خدمة افضل في الصرف الصحي والكهرباء رقم ثلاثة السؤال الثالث بيقولي تمتلك مصر العديد من المناطق التي تصلح للعلاج والاستشفاء ويمكن الافادة منها في دعم السياحة العلاجية وطالب مني اقترح افكارا لدعم هذه السياحة وابراز اهميتها واثاريها على الاقتصاد المصري هنا عندنا مناطق كتير جدا مهمة صالحة للسياحة العلاجية لازم نركز فيها ونهتم بيها عشانها تفرق معانا في الاقتصاد وفي دعم السياحة وتنشطها احنا ممكن نبني منتجعات صحية عند المواقع اللي فيها منتجعات علشان نقدر ننشط السياحة لها ونبتدي كمان نعلن عنها في المواقع بتاعت التواصل الاجتماعي ونعمل عروض زي مثلا اول 50 فرد هيجوا المنتجعات دي هيبقى ليهم خصم حوالي 50% وبعد كده نبدأ نعمل مقابلات شخصية مع اللي استخدموا المنتجعات وقعدوا فيها فترة ونعرف رأيهم ايه ونبدأ نسجل الفيديوهات دي وصور كمان ونعمل دعاية اكتر عن المناطق عشان ننشط السياحة ونعمل تنمية مستدامة للسياحة في مصر يبقى هنا القيام لبناء منتجعات سياحية وتقديم عروض لها وتسجيل فيديوهات وصور وعرضها على الانترنت وبكده احنا ممكن ننشط السياحة بشكل اكتر ونزود الدخل القوة ده كان بالنسبة لصفحة 74 نكمل اسئلة لصفحة 75 هنا التفكير الناقض فكر واجب اول حاجة ما الاثار التي يمكن ان تترتب على تنوع السكان في مصر هنا عايزني افكر ايه اللي هيحصل لما يبقى فيه تنوع بين السكان في مصر طبعا هنلاقي ان تنوع السكان في مصر بيدي ثراء للجانب الثقافي من ناحية الفنون والتراث واللغة والغناء وبيخلينا كمان منفتحين اكتر وعندنا مرونة في التفكير ونعرف نتعامل مع الناس اكتر من الاول وبيكون فيه اختلاف وجهات النظر وده بيخلينا عندنا حلول مختلفة وابتكارات وابداعات اكتر يبقى هنا اثر اختلاف السكان وتنوعهم تنوع الثقافات والانفتاح على الحضارات المختلفة السؤال التاني اعتبرت منظمة ألينويسكو اليوم السامن من شهر سبتمبر من كل عام اليوم الدولي محو الأمية بهدف تنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية في رأيك لماذا تولي منظمة اليونسكو هذه القضية اهتماماً بالغاً هنا واضح ان منظمة اليومسكو بتهتم قوي بمشكلة الأمية وبالتالي عايزك تعمل بحس كويس عنها وتشوف الأضرار اللي هتنتج عنها فهديك شوية وقت تفكر في الإجابة وهنرجع مع بعض مرة تانية ترجمة نانسي قنقر تعالي نشوف قضية محو الأمية هي قضية على مستوى العالم كله لأن الأمية بتأثر بشكل سلبي على التنمية بشكل عام وبتأثر كمان على نسبة الفقر اللي موجودة في الدول المختلفة لأن الشخص الأمي بيلاقي صعوبة إنه يلاقي شغل وبالتالي ده بيقلل مستوى المعيشة وهدف منظمة اليونسكو هو القضاء على الأمية وبالتالي القضاء على الفقر يبقى هنا الإجابة لأن الأمية مشكلة دولية تؤثر بشكل سلبي على التنمية رقم ثلاثة تحرص جمهورية مصر العربية على تمثيل المرأة والشباب تمثيلا ملائما في المجالس النيابية وضح أثر ذلك في دعم القضايا التي تختص بالشباب والمرأة يبقى هنا بيوضح إن مصر بتهتم جدا بالشباب ورأيهم وكمان بتهتم بحقوق المرأة وده بيفرق كتير قوي دي حاجة جميلة حاجة جميلة جدا إن إحنا نبدأ نشوف رأي الشباب ويبقى فيه حد يمثلهم في المجلس ونفس الكلام للمرأة عشان ده بيعتبر نقطة تواصل في المجتمع بشكل عام وده بيأثر طبعا على القوانين اللي بيتم وضعها في المجلس وده بيساعد إن يكون فيه عدالة اجتماعية ويكون فيه حقوق للشباب في المستقبل وكمان نعرف إيه احتياجات ومتطلبات المرأة في مصر وده لإن المرأة هي نص المجتمع وطبعا المرأة لها دور كبير جدا لإن هي اللي بتربي كل الأجيال في المستقبل تبع الإجابة تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية السؤال رقم أربعة تعتبر الأماكن السيحية والمواقع الأسرية جزءا مهما من تراس أي بلد قدم مقترحات للتعريف بالمعالم الأسرية في محافظتك وكيفية الحفاظ عليها طبعا هنا إجابة السؤال ده هتختلف من طالب لطالب حسب المحافظة اللي هو عايش فيها إحنا مثلا في محافظة الجيزة عندنا الأهرامات ومنطقة سقارة ومدينة منفيس فأنا عندي بعض المقترحات كده إن إحنا ممكن نعمل دعاية للأماكن دي طبعا إنتوا عارفين إن مصر هي تعتبر هوليود الشرق وإحنا ممكن نصور الأفلام بتاعتنا في المناطق الأسرية دي عشان نعمل دعاية أكتر لها ويهي طريقة مبتكرة علشان نوسع السياحة في مصر ونعرف الناس كلها بالأثار المصرية الجميلة يبقى هنا في محافظة الجيزة يوجد الأهرامات هنا عمل دعاية لهذه المناطق لتنمية السياحة رقم خمسة ما النتائج المترتبة على هجرة سكان الريف إلى الحضر هنا بيسألني الهجرة المستمرة من المناطق الريفية للحضر ليها نتائج وإحنا يمكن نتكلمنا عنها قبل كده طبعا الهجرة المستمرة هتعمل ازدحام كبير قوي في المناطق الحضرية أو المدن وده بسبب الصفر المستمر بحثا عن فرص العمل وده بيأثر بشكل سلبي أكتر على الخدمات اللي موجودة في المدن زي مثلا الكهرباء أو الصرف الصحي أو الماء وبالتالي بيكون تأثيره سلبي أكتر يبقى هنا ظهور العشوائيات وتؤثر بشكل سلبي على الخدمات السؤال رقم 6 فسر اهتمام الدولة بالمحافظة على التراث الثقافي طبعا السؤال ده مهم قوي وهنا بيسألني ليه الدولة بتحاول تحافظ قدر الإمكان على التراث الثقافي بتاعها وانا عايز الناس كلها تبدأ تفكر ونرجع مع بعض نشوف إجاباتنا ترجمة نانسي قنقر تعالى كده نشوف مع بعض طبعا التراث الثقافي بيمثل حاجات كتير قوي وبيظهر ده في شكل مثلا الملابس التقليدية الأديمة الأكلات المختلفة الأغاني والموسيقى والرأس اللي احنا متعودين عليه من زمان وده على حسب المحافظة والمكان نفسه غير ان التراث ده بيعتبر فريد من نوعه وهو بيساعد على زيادة السياح انهم يجوا مصر أكتر وينم السياحة ويحضروا احتفالات ومهرجانات مختلفة يبقى هنا اهتمام الدولة بالمحافظة على التراث الثقافي لأنه يعبر عن تاريخ مصر وحضارتها ويعمل على تنشيط السياحة السؤال رقم سبعة دلل على اهتمام المصريين القدماء بالتعليم مصر كدولة وقدماء المصريين من زمان بيهتموا جدا بالتعليم فعايزك تدلل ان الكلام ده صح وتبدأ تعمل بحث على الانترنت وتشوف هل فعلا قدماء المصريين بالدليل اهتموا بالتعليم طبعا انتو عارفين يا شباب ان القدماء المصريين اهتموا جدا بالتعليم وكانوا بيهتموا بالقراية والكتابة وخلي بالك ان المتعلم زمان كان بيبقى واخد مناصب ومكانة كبيرة في المجتمع والدليل على ده ان هم اخترعوا ورق اسم ورق الباردي عشان يكتبوا عليه غير كده كمان ان هم اهتموا بالورق ده وحطوه في المعابد والاماكن المهمة علشان يكتبوا عليه العلوم المختلفة وانشأوا المدارس وكمان الجامعات يمكن انا قلت من اشهر الجامعات قديما جامعة اون ده غير ان فيه علماء وفلسفة من اليونان والرومان من امثلتهم مثلا زي واحد اسمه سكراط وواحد تاني اسمه افلاطون جوم مصر وتعلموا في جامعة الاسكندرية وعرفوا ثقافات كتير قوي يبقى هنا الدليل بناء المدارس وبناء الجامعات مثل جامعة اون وده بيدل قد ايه المصريين القدماء اهتموا بالتعليم غير استخدامهم لورق اسم ورق البرد هنا السؤال الرئيسي عبر باسلوبك عن اهمية التراث المصري عالميا وما يتميز به طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الايجابة احنا عارفين كلنا ان التراث المصري ده فريد من نوع وعندنا في مصر اثار كتير منها مثلا الاهرامات والمسلات والمعابد والمميوات بتاعة الفرعنة وخلي بالك يا جماعة ان ده مش موجود في اي دولة تانية علشان كده قدماء المصريين هم يعتبروا اللي اختروا حاجات كتير منها مثلا ادوات طبية والجانب المهم اكتر هو التحنيط وكان قدماء المصريين بيعملوا عمليات وكانوا شطرين جدا في الطب مش بس الطب ده كمان علوم كتير منها الفلك والرياضة وبالتالي الحضارة المصرية دي فادت حضارات تانية كتير وكتير من الحضارات اتعلموا مننا زي مثلا اليونان والرومان وغيرهم يبقى هنا لما تكلم عن اهمية التراث المصري هقول مصر من اقدم الحضارات في العالم وبها العديد من الاثار التي تجذب السياح من جميع انحاء العالم هنا بيقول لي فيه نشاط يعتبر التنوع السكاني عامل قوة وتقدم في الكثير من الدول مستعينا بشبكة الانترنت او احد مصادر التعلم الاخرى قدم سلاس امثلة عن ذلك انا هنا عايز الناس كلها تبدأ تخش على الانترنت وتبدأ تعمل بحس وتحل النشاط ده بنفسها يعني هنا كل الناس او كل الطلبة تستخدم الانترنت والمصادر اللي موجودة وتبدأ تكتب تلات امثلة بتبين قوة وتقدم بلاد عندهم تنوع سكان وبعد كده ممكن نعرض الشغل بتاعنا ده على مدرس الفصل طيب بيبقى احنا كده النهاردة خلصنا تمارين المحور التالت والدرس اللي جاي هنبتدي الدرس الاول في المحور الرابع في الكتاب بتاعنا انا كنت مبسوط جدا ان انا معاكم النهاردة شكرا ليكم كلكم اشوفكم الحلقة اللي جاية مع السلام